مادة الصناعات الغذائية مادة الصناعات الغذائية من جملة من الصناعات اللي احنا بنتناولها في المعامل عندنا او موجودة في المنازل او كمان موجودة في المصانع والاسواق ممكن تستفيد منها لان احنا بنقول احنا دايما بنخرج فني ما بنخرجش طالب بنخرج فني ماهر قادر على استخدام المعارف اللي بياخدها وتطبقها في صورة مهارات مع سلوك مفيد ليه في الناحية التصناعية والمهنية وايضا المجتمع معانا اكتر من حاجة في مادة الصناعات فحابب نستعرض مع بعض الوحدات عشان نبقى عارفين تقريبا الوحدات اللي احنا بيشتغل فيها في مادة الصناعات الغذائية معانا الوحدة الاولى تعال نشوف كده مع بعض الوحدة الاولى هي عبارة عن صناعة المربة والجلي والمرملاد والفكهة المحفوظة دي كده محتوى او ملخص الوحدة الاولى اما الوحدة التانية هي عبارة عن استخرال السكر من قصب السكر وبنجر السكر وايضا صناعة العسل الاسود معانا في الوحدة التالتة اللي هي صناعة الطحينة والحلوة الطحانية والقيمة الغذائية لكل منهم ده كده مجمل الترم الاول او الجزء الاولاني من الدراسة اللي هي الوحدات السلسة مش عايز اشغلك بالوحدات الاخرى لكن طبعا ممكن تاخد فكرة عنهم عندنا وحدة صناعة التخمرات على رأسها صناعة الكحول وصناعة الخل أي حمد الخليك معانا وحدة صناعة زيت الزيتون معانا ايضا وحدة مهمة اوي هي عبارة عن صناعة العبوات الغذائية وبالتالي ده مجمل كده تقريبا الست وحدات ولكن لما نمسك النهاردة الوحدة الاولى ونشتغل فيه الوحدة الاولى فانا قلت لك ان دي عبارة عن صناعة المربى الجلي المرمليات الفكهة المحفوظة خد بالك مدام في وحدة يبقى فيه اهداف الاهداف دي عبارة عن نواتج احنا عايزينها من حضرتك في التعلم وبالتالي احنا عايزين مجمل من النواتج سواء المعرفية او المهارية تعالوا نشوفنا كده مع بعض جزء من الاهداف تاعتنا سواء المعرفية او المهارية او النواتج التعلم اللي احنا عايزنا تكون موجودة في خريج التعليم الفني مجال التصنيع الغزائي اول حاجة ان انت تبقى عارف المواد الخامل المستخدمة في صناعة وانتاج المربع ايضا مهم اول تبقى عارف مهارة انتاج المربع طبقا للمواصفات القياسية ايضا تكون عارف الخاملات المستخدمة في صناعة انتاج الجلي والمرملات المنتجات الاخرى الموجودة فيه الوحدة يكون عندك ايضا مهارة انتاج الجيلي والمرميلاد تبقى للمواصفات القياسية من ضمن الاهداف انك تكون قادر على حساب نسب المكونات اللي بتدخل فيه عملية التصنيع سوى المربى او الجيلي او المرميلاد او الفكهة المحفوظة ايضا يكون عندك مهارة الحكم على جودية كل من المنتجات السابقة سوى المربى او الجيلي او المرميلاد او ايضا الفكهة المحفوظة تبقى ليه يا مستر تبقى للمواصفات القياسية والاشراطات الصحية تعالوا مع بعض كده هنبدأ أولى حاجتنا اللي هي الوحدة الأولى المربة والجلي والمرميلاد والفاكهة المحفوظة أول حاجة هي عبارة عن المربة عشان نبدأ الوحدة مع بعض لازم تكون عندك تعريف وافي لكل من المربة والجلي والمرميلاد والفاكهة المحفوظة تعود من هنا وجاي ان كل تعريف تقريبا عندنا في مواد التصنيع الغذائي جالبا بيبقى بداخله خطوات إجرائية لتصنيع المنتجات اللي هنشتغل عليها ومدام في منتجات هنشتغل عليها يبقى لازم كمان تكون ملمة بالمواد الخام التي تدخل في عمليات التصنيع تبعارف ايه مكونات المادة الخام اللي داخلها في التصنيع ايه تأثيرها بالسلب او الاجاب ايضا المواصفات المفروض توافرها في المواد الخام المستخدمة في التصنيع تعالوا كده مع بعض هنستعرض اولى التعريفات بتاعتنا او اولى المنتجات الموجودة فيه الوحدة الاولى وهي عبارة عن المربة هو تعريف المربة ايه مصطر؟ ركز لانها تعرف الفوارئ ما بين صناعة المربة وصناعة الجيل والمرملات غالبا من التعريف تعريف المربة بنقول هو ناتج هو ناتج طبخ سمار وحط قصين كبار او هو ناتج طبخ سمار وليه بحط قصين؟ لان السمار دي وارد تكون من الفاكهة وارد تكون من الخضار وارد تكون من الازهار يبا انا كده بطبخ سمار سمار ايه؟ نباتية عبارة عن ايه؟ اما فاكهة او خضار او ازهار يبا لما اجي اقول مثلا على سبيل المثال ناتج طبخ سمار ده كده سمار فاكهة ده كده سمار فاكهة ده كده سمار فاكهة طبعا انا بقول ان فيه كمان خضار اه فيه خضار زي الجزر زي القراء العسلي دي انواع من انواع السمار طب هو ناتج طبخ سمار الحاجات اللي انا بقولها دي يا مستر مع مين؟ اه مع كل من السكر والبكتين والحمد ارجع بقى السمار دي كده تاني مكانها اللي انا بقول هي ناتج طبخ سمار مع مين؟ مع تلاتة مع البكتين اللي قدامي ده مع السكر اللي برده موجود قدامي ده ايضا مع الايه؟ مع الحمد اللي موجود قدامي ده طب يا مستر السمار اللي حضرتك هتعمل لها عملية طبخ بتكون في شكل ايه؟ هي اما كاملة او مجزئة او مهروسة تعالوا بقى نجيب التعريف مع بعض هي ناتج طبخ سمار اما الخضار او الفاكهة او الازهار اما كاملة او مجزئة او مهروسة مع كل من السكر والحمد والبكتين عشان اوصل لي يا مستر اما الى تركيز سبعة وستين او تمانية وستين الى سبعين في المية او درجة حرارة متين اتنين وعشرين درجة فهر النهايتي ده اسمه كده تعريف المربة واخد بالك لما لي اقول لك ناتج طبخ سمار اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي سواء الخضر او الازهار او الفاكهة اللي هي كاملة او مجزئة او مهروسة ليه بتقول كاملة ومجزئة ومهروسة؟ لان ممكن اعمل سمار كاملة حبة كاملة وممكن اعمل مربة مجزئة وممكن اعمل مربة الفرد اللي هي المربة المهروسة تعال نشوف كده مع بعض التعريف بتاعنا هو الناتج النهائي من طبخ سمار الفاكهة او الخضر ما بين قصين امثلة زي الجزر الارع العسلي الطماطم كاملة او مجزئة او مهروسة مع السكر حتى يصل التركيز النهائي للمواد الصلبة الزائبة الى 68 الى 70% وهي كافية لتصبيت نمو الميكروبات وتعمل كعامل حفظ في الناتج النهائي خد بالك من الحتة الاخيرة دي ان التركيز 68 الى 70% اللي هو تركيز السكر في المربة الناتجة هو عامل حفظ وتصبيت للميكروبات اذا قد احتاج ان انا اضيف مادة حفظة او لا احتاج ان انا اضيف مادة حفظة على حسب مدة حفظ المربة اللي موجود عندي انا عايزة توصل لفترة دي هل عايزة فترة 3 اشهر ولا فترة 6 اشهر او فترة العام وبالتالي انا بعتبر ان نسبة السكر او نسبة تركيز المواد الصلبة الزائبة في المربة اللي هي 68 الى 70% تعتبر عامل حفظ للمربة من نمو الميكروبات في التركيز العالي من السكر ده يعتبر اول منتج من المنتجات اللي موجودة عندنا تعال نشوف كده مع بعض المنتج التاني وهو عبارة عن الايه؟ عبارة عن الجلي الجلي خد بالك وركز من اللي انا هقوله هو عبارة ايه؟ عن ايه يا مستر؟ هو عبارة عن تسخين مزيج من ايه يا مستر؟ تعالى اه مزيج من عصير تاني هه يبقى الفرق هنا هيتطبح ما بين صناعة المربة وصناعة الجلي في المربة هو ناتج طبخ السمار السمار نفسه اما في صناعة الجلي هو ناتج من تسخين مزيج من العصير الرائق للسمار مع مين يا مستر؟ اه مع كل من السكر ايضا مع كل من البكتين مع كل من الحمد ايه دي الاربع مكونات اللي انا هشتغل عليهم في صناعة الايه؟ في صناعة الجلي زي ما انت شايف قدامك يبقى ده تعريف الجلي ناتج تسخين مزيج من العصير الرائق الشفاف للسمار مع كل من الحمد، البكتين، السكر عشان اوصل لي يا مستر الى ايضا تركيز يصل الى 68% او 70% ايضا على درجة حرارة 222 درجة فهرنهايتي ده كده اسمه ايه؟ اسمه صناعة الجلي تعال نشوف مع بعض كده تعريف الجلي هو الناتج النهائي من العملية التي يتم فيها تسخين مزيج مكون من العصير الرائق لسمار الفاكهة مع السكر والبكتين مع وجود كمية من الحمد حتى درجة 220 الى 223 او 222 درجة فهرنهايتي والمواد الصلبة الزيبة ايضا من 65% الى 70% ثم التبريد التدريجي بدون خلط او تقليب الى قوام زاد صفات معينة الحتة الاخيرة ايضا فيه تعريف الجلي اللي هي عبارة عن التبريد التدريجي من هنا وجاي احنا مع بعض فيه مواد التصناع الزيائي حاولكم دايما معك نوت مذكرة هنقول كده واحنا شغالين في الاجزاء بتاعتنا سواء النظري او العملي مجموعة من الاسئلة الوارد تيجي في المناطق دي في الامتحانات وبالتالي يكون على اخر العام معانا مجموعة كبيرة جدا من الاسئلة اللي هنستفيد منها في الامتحان النهائي سواء النظري او الامتحان العملي دايما يجي يقول لي علل لا يتم تعبئة المربة او تعبئة الجلي والمرميلاد على درجة اقل من 180 درجة فرنهايتي دا سؤال من ضمن الاسئلة داون السؤال دا ولما يجي وقته هنجاوب مع بعض احنا ليه المفروض لما نيجي نعبي كل من الجلي والمرميلاد بنعبيه على درجة حرارة 180 درجة فرنهايتي ما نقلش عن هذه الدرجة دا كان تعريف ايه تعريف الجلي هنشوف مع بعض كده تعريف المرميلاد المرميلاد ركز تاني في الحاجات اللي بناخدها عشان احنا كده عارفنا الفرق في التعريف مبين المربة والجلي المربة ناتج طبخ سمار اما في الجلي هو ناتج طبخ او تسخين مزيج من عصير السمار اما المرميلاد هو عبارة عن جلي تاني المرميلاد هو عبارة عن جلي لما اجي عرف المرميلاد واقول هو عبارة عن جلي يبقى اذا هو عملية تصنيع للجلي طب هو ليه مستر فرقناه وسمناه المرميلاد عشان فيه حتة زيادة عن الجلي يبقى هو عبارة عن جلي محتوى او محتوي على قشور او شرائح للسمار موزعة بانتظام داخل الجلي اللي موجود عندي غير طافية على السطح او متمركزة في القاع يبقى اذا المرميلاد هو صناعة جلي هينضف لها قشور الموالح او السمار على شكل شرائح داخل عملية التصنيع وبالتالي هتكون في شكل معلق او متماسل داخل المرميلاد الناتج ما تكونش على القاع او مترسبة في القاع او طافية على الايه على السطح تعالوا نشوف مع بعض كده التعريف بتاعي هو الجلي المحتوي على شرائح الموالح او قشورها معلقة بحالة متماسلة في جميع انحاء الجلي بحيث لا تتركز طافية على السطح او راسبة في القاع تعالوا نشوف كده المنتج الرابع وهو عبارة عن الفاكهة المحفوظة خد بالك الفاكهة المحفوظة اللي هي معروفة تباريا باسم الكمبوت اللي هي عبارة عن فاكهة او اجزاء فاكهة سواء انصاف او اربع محفوظة في محلول سكري تركيزه بيصل في بعض الاحيان من 50 الى 70% وبالتالي ده تركيز حافظ للفاكهة وبتحتفظ بشكلها ولونها ومظهرها الطبيعي ده عبارة عن الفاكهة المحفوظة اللي احنا بنسميها تجاريا الكمبوت تعالوا نشوف كده مع بعض التعريف تعالوا عبارة عن فاكهة محفوظة في محلول سكري رائق كسيف تصل نسبة المواد الصلبة فيه من 55 الى 70% ويشترط في الفاكهة المضافة او الصمار المضافة احتفظها بشكلها الطبيعي قدر الامكان ده عبارة او ده عبارة عن تعريف الفاكهة المحفوظة ايضا تستخدم صمار ثغيرة في الحجم او كبيرة في الحجم او مجزئة الى نصفين حسب نوع الفاكهة المستعدة الخامات التي تدخل في الصناعة يبقى طالما عرفنا التعريفات بتاعت الوحدة بتاعتنا او تعريف النواتج اللي هتطلع فيه عمليات التصنيع سواء المربأ او الجيلي او المرميلاد او الفاكهة المحفوظة لازم تعرف قاعة ده كمان موجودة عندنا في مجال التصنيع الغذائي مواد التصنيع الغذائي ان دايما لازم نستعرض مع بعض كل الخامات اللي بتدخل فيه صناعة المنتجات اللي موجودة عندنا سواء فيه مواد مادة الصناعات او مادة ايضا لعجان المخزوزات او مادة حفظ وتصنيع اللحن على ما باجي عرف سواء كان فيه صناعة المربأ او الجيلي او المرميلاد هتلاقي ندخل في الموضوع رقم واحد عبارة عن سمار سواء بقى ان كان طبخ الصمرة او طبخ العصير الرائق اللي جاي من الصمرة فكلتا الاحوال انا هستخدم في النهاية سمار وعلى رقصات تعالوا نستعرض كده مع بعض اول حاجة اللي هي الفاكهة او سمار الفاكهة طبعا المواد الخام النباتية ومنها زي ما احنا شايفين الفاكهة اللي على رقصات طبعا حاجة زي المش مش حاجة زي البلح حاجة زي التين عندنا انواع كتيرة من الفاكهة بتستخدم في عمليات التصنيع او صناعة المرض دي المواد الخام النباتية المستخدمة في عملية التصنيع ايضا جزء من المواد الخام اللي هي الخضر اللي زي ايه مصطر زي القرع العسلي اعتبر نوع من انواع الخضار ايضا الجزر نوع من انواع الخضار ايضا الفراولة حل بالك ان الفراولة نوع من انواع الخضار وليست الفاكهة عشان يبقى انت برضو مركز معايا الفراولة علميا بتندرج تحت الخضار او تصنفها تحت الخضار وبالتالي يبقى انت عارف ان الفراولة نوع من اهل ده يعتبر ان الخضار المستخدم في صناعة المرب هتقولي طب الازهار وفي ازهار يا مصفر مستخدمها في التصنيع عندنا بتلات الورد البلدي او بتلات البرتقان زي ما احنا شايفين ايضا ممكن نصنع مربة من بتلات ازهار الورد البلدي او ازهار البرتقان دي كده يعتبر اول مادة خام مستخدمة في التصنيع تاني مادة خام مستخدمة ونرجع مع بعض كده هنشوفها تاني ونستعرضها وهي السكر تاني مادة خام مستخدمة في التصنيع هي السكر خد بالك ان في مواد اساسية في صناعة المربة ومواد غير اساسية في التصنيع سوى بقى في المربى او الجلي او المرملات في مواد اساسية في التصنيع لا بد من تواجدها في التصنيع مواد خام مهمة لازم تدخل في التصنيع المواد الاساسية في التصنيع هي عبارة عن السمار هي عبارة عن السكر هي عبارة عن البكتين هي عبارة عن الحم اربع مواد خام اساسية وضرورية في صناعة كل من المربى والجلي والمرملات لا استطيع ان استغني عن ايا منهم. اما في مواد غير اساسية او في مواد غير اساسية زي مواد النكهة مواد اللون ايضا بعض المواد الحافظة تعتبر مواد غير اساسية قد استخدم اضافتها او لا استخدم اضافتها. يبقى بديه لو انا اتكلمت عن مواد الخام اولها السمار اللي على رأسها سواء الفاكهة او الخضار او الازهار فيعتبر الخامة رقم اثنين التي تالي عملية التصنيع او الاضافة في تصنيع هذه المنتجات هي عبارة عن السكر. ارجعي ليه بان السكر اللي موجود قدامنا هنا في الاستوديو عبارة عن سكر السكروز. سكر السكروز هو سكر صنائي. جاي منين يا مصطر؟ اه جاي من تصنيع السكر من قصب السكر او بنجر السكر وده اللي هناخده فيه الوحدة الثانية في مادة الصناعات الغزائية. طب هو يا مصطر هو سكر السكروز هو السكر الوحيد المستخدم في عملية التصنيع؟ اقولك لا ببساطة عندنا اكتر من نوع من السكريات باستخدمهم في التصنيع. قد استخدم جزء من الجلوكوز مضافا الى سكر السكروز في عملية التصنيع. طب هو ده بس يا مصطر ممكن استخدم سكر احادي في عملية التصنيع مع سكر السكروز ولا ممكن اضيف محليات صناعية. ركز في النقطة اللي جاية لي. ممكن استعيد بجزء من السكريات اللي موجودة او السكر السنائي او الوحادي اللي انا اضيفه بمحليات صناعية. وتبقى دي عبارة عن مربة لزاوي الاحتياجات الخاصة على رأسهم مرضى السكر. ايه انواع المحليات الصناعية اللي ممكن استخدمها بجانب او بديلا عن سكر السكروز يا مصطر؟ او عندنا الدلسين عندنا السكرين عندنا الاسبرتام عندنا الجلوتام. طب هو انا مفروض يا مصطر لما استخدم المحليات الصناعية اذكرها على الليبل بتاع المنتج بتاعي او الباج بتاعي اللي موجود على المنتج او ده شرط اساسي. لازم تقول انا حاطة مادة خام المادة الخام اللي موجودة واحد اتنين تلاتة لو انا هستبدل السكر فانا لازم اكتب نوع المحلى الصناعي اللي موجود. طب لما مصطر لو انا انتكتها بهذه الطريقة وما كتبتش ده على الليبل بتاعي ده يعتبر النوع من انواع الغش التجاري لو سيادتك محطتاش او ذكرتها في الباج الموجود على العبوة اللي موجودة عندي. طيب السكر اللي موجود يا مصطر عندي. له نسب اضافة اه له نسب اضافة. زي ما كان الفكهة ليها نسب اضافة اه ليها نسب اضافة. هنعرفها اسناء العملية التصنيعية. يبقى ان تركز معايا اول المواد الخام القاسية كانت عبارة عن السمار. تاني خامة من المواد القاسية هي عبارة عن الايه? عبارة عن السكر. وغالبا بنستخدم سكر السكروز لكن ممكن نستخدم سكريات اخرى في عملية التصنيع. تعال نشوف كده مع بعض شكل السكر. يبقى ان نستخدم سكر السكروز في الصناعة. طبعا ده السكر اللي موجود معنا في الاستوديو هنا. اللي هو سكر السكروز السكر الصناعي. المستخرج من مقصب السكر او بنجر السكر. في خامات اخرى يا مستر او اساسية او في خامات اساسية هي البكتين. اوريك شكل البكتين. البكتين اللي قدامي ده يعتبر من الخامات الاساسية المستخدمة في عملية التصنيع. طب هو يا مستر البكتين. يعتبر دوره ايه? هو دوره مادة رابطة في عملية التصنيع. لو انا عندي فكهة بستخدمها في صناعة المربة او عصير. هستخدمه في صناعة الجلي والمرميلات. لازم اضيف نسبة بكتين عشان اعمل ربط للمنتج بتاعي. على حسب نسبة البكتين اللي موجود في السمر اللي انا هستخدمها في صناعة المربة او العصير اللي انا هستخدمه في صناعة الجلي او المرميلات. طب يا مستر هو بيجي منين البكتين? اه البكتين مادة رابطة نباتية. هقول لك تعريفه دلوقتي ولكن انا عايزك تعرف وبيجي منين. بيجي من الفاكهة الغنية في البكتين. هو في فاكهة فيها نسبة بكتين? اه في فاكهة فيها نسبة بكتين. على رأسها ايه مستر? على رأسها البرتقال. طب هو البرتقان اللي قدامي ده او البرتقال اللي موجود قدامي ده هو الغني بالبكتين او انا جزء فيه. لما اجي اعمل تأشير في البرتقان زي ما انا هقشر كده قدامي فهكتشف ان في حاجة اسمها مادة بيضاء او اشرة بيضاء بداخل البرتقان اللي موجودة عندي. اللي هي الطبقة اللي انا هطلعها لك دي. الطبقة دي اسمها طبقة الالبيدو اهيت. قدامك اهيت الطبقة دي اسمها طبقة الالبيدو تاني. اها. الطبقة الالبيدو دي اللي موجودة تحت الاشرة الخارجية للبرتقان هي طبقة غنية جدا بالبكتين. خد بالك ان دي مهمة جدا حتى فيه التناول للصحة العامة بالنسبة لنا. والكل مشاهدين لانها بتقي بشكل كبير من الاصابة بالكنسر او السرطان او تصلب الشرايين وايضا مهمة كمان فيه عمليات التصنيع بالنسبة لنا. يبا ايزا ممكن استخرجه مني يا مستر البكتين اللي قدامي ده. استخرجه من طبقة الالبيدو البيضاء اللي فيه سمار البرتقال. طب ده مصدر واحد بس لا فيه مصادر تانية. ممكن استخرجه من تفل التفاح او لب التفاح. لما جيب سمر التفاح وعمله عمليات عصير ثم عملية تصفية يا مستر فتبقى تفل. التفل ده جاني جدا بالبكتين. طب لا يا مستر لو انا ما عنديش البكتين ده فيه المعمل وانا شغال. او انا هعمل فيه المنزل عينة من المربة او كمية من المربة. وما عيش البكتين. اعمل ايه? اه ممكن اضيف تفل البرتقال او تفل التفاح او الموز. كمادة رابطة قدامي هنا هو. يعني ممكن استخدم البرتقال او تفل البرتقال او تفل التفاح او الموز. انا استخدم الموز اقشر الموز اللي موجود معي كده. وابدأ اضيفه على شكل قطع داخل الايه? داخل المربة اللي موجودة عندي. يبقى لازم تفهم المادة الرابطة دي جاية منين? تعالوا بقى اقولكم على تعريف البكتين. البكتين هي مادة رابطة او مادة كربوهايدراتية او نباتية كربوهايدراتية. الوحدة البنائية فيها حمض الجلاكتو يورونيك. يستخرج اما من طبقة الالبيد وهي الطبقة البيضاء في البرتقال او من طفل التفاح. طب نسبة اضافته يا مستر ايه? نسبة اضافته في الصناع عندنا من تلاتة جرام الى اربعة جرام لكل وقف. خد بالك عشان بيجي دايما سؤال في الامتحان. دوني السؤال ده كمان. يقول لي علل ينسب البكتين في الاضافة الى السمار. وينسب حمض الستريك في الاضافة الى السكر. هجواب لك الجزء الاولاني والجزء التاني من السؤال واحنا بنستعرض الخامة اللي جاية اللي هي حمض الستريك. طب هنا ليه بنسب البكتين اثناء الاضافة الى السمار. لان غالبا البيكتين هو مادة رابطة نباتية. مادة كربوهايدراتية معقدة التركيب. حمض او الوحدة البنية فيها حمض جلاكتورونك. فاذا انا بستخدمه عشان اعمل ربط ليه المربة او الناتج بتاعي من المربة او الجلي او المرملات. طب اذا انا لو مش موجود عندي كميات كبيرة منه داخل السمار المستخدمة. فانا بستعيد عليها بهذا البكتين او المادة الربطة. وبالتالي لما اجي انسبه بنسبه للسمار المستخدمة. لان هي المحتوية على نسبة البكتين. فلو نسبته قليلة فانا هزود نسبة البكتين المضافة. لذلك بينسب الى السمار. ينسب الى الايه? السمار. تعالوا شوف ده مع بعض. على الشاشة بتاعتنا. ده البكتين. هو مادة كربوهايدراطية معقدة التركيب. وحدة البناء فيها حمض الجليكتو يورونيك واستخرج من لب او تفل التفاح المتبقي بعد استخراج العصير. وطبقة الاليجبيدو في سمار البرتقال والموالح بصفة عامة. تعالوا نشوف مع بعض الحامر. نرجع بقى البكتين. مكانه وندخل مكانه الحمض. اللي قدامي ده عبارة عن ايه? عبارة عن حمض ستريك. تاني اللي قدامي ده على الشاشة ده عبارة عن ايه? عبارة عن حمض ستريك. حمض ستريك خلي بالك قريب قوي في شكله من السكر. تاني انا جبت لك الاتنين جنب بعض. ده حمض ستريك وده السكر. ولكن دايما هتلاقي حمض الستريك اكثر بياضا وبياض ناصع عن السكر. تاني حاجة ان حجم جزيئات حبيباته اكبر من حجم جزيئات حبيبات السكر. خد بالك هنا هتلاقي حبيبات السكر انعم من حمض الستريك. طيب انا يا مستر ممكن اطلق بط. فانا لو خدت جزء على طرف لساني عشان اتزوقه. هلاقي طعم الحامض اللازع في حمض الستريك. طب هو حمض الستريك يا مستر اللي انا بستخدمه ده. جاي من هو الاخر حمض الستريك. حمض الستريك اللي قدامي ده مصدره هو الاخر نباتي. مصدره هو الاخر نباتي. بيجي مين? بيجي من عصير الموالح على رأسها عصير الليمون. استخرج من عصير الليمون. بناخد عصير الليمون ويتم عليه بعض المعالجات والتركيزات. ثم يضاف السطرات عشان يديني حمض الستريك اللي موجود قدامي. طيب. وانا ليه بستخدم حمض الستريك يا مستر? سامع كل مشاهدنا وكل ابنان وابناتنا الطلبة بقول لي ده حامض الستريك يعتبر مادة حافظة. خد بالك. اه هو مادة حافظة ولكن ليس الهدف الاساسي في تصنيع المرب او الجلي والمرملاد هو الحفظ. طب هو الهدف ايه? اه جاوا بقى الشق التاني من السؤال. مش انا قلت لك علل عند اضافة كل من قلب جتين. الى السمار والحامض ينسب الى السكر. يعني لما اجي اضيف الحامض اللي قدامي انسبه المين للسكر. اه ده حامض هنسب اضافته الى السكر. تبقى دي يا مستر تلاتة جرام الى اربعة جرام لكل كيلو جرام من السكر. وانا ليه بنسبه يا مستر الى السكر? هنا بقى الدور الاساسي. اللي بيحصل اسناء عمليات تسوية المربة او الجلي او المرملاد في عملية التصنيع للسكر. بيحصل حاجة اسناء الاحلال المائي للسكر السناي. طب والسكر السناي يا مستر زي ما انت قلت لي في عملية عرض الخامة. قلت لك ان ده سكر سناي بيجي من اصب السكر او بانجر السكر. وسكر سناي يعني في وحدتين من السكريات الاحدية. هو معبارة عن الجلوكوز والفاركتوز. فبيحصل احلال مائي للسكر السناي اثناء عمليات التسوية ورفع درجات الحرارة والطبخ الى سكر جلوكوز وسكر فاركتوز. قلت ايه اللي يحصل يا مستر تل ممكن اسيبه كده ما حصل احلال. اه اثناء عمليات بقى التبريد. لو انا مش ضايف. اه حاجة اسمها. ودون السؤال ده عندك. سؤال اخر. علل حدوث ظاهرة التسكير في المربة. ليه يا مستر? نتيجة ارتداد اتحاد السكريات الاحدة. ده جلوكوز والفاركتوز مرة اخرى في شكل سكر صنائي اللي هو السكروز ويديني الترميلة. قربها لي يا مستر. وقربها لكل مشاهدينا. سيادتك لو انت امامة في البيت. وتقولها لو سمحت انا عايز الشرباط. الشرباط ده كان عبارة عن ايه يا مستر? اه عبارة عن سكر. ماما بتحطه على النار. وصده جزء من الماء ده اسمه ايه حلال. مائي للسكر على النار. فبتكون النتيجة ايه بعد فترة من عمليات الطبخ او الانضاج للشرباط على النار او السيرم ده. انه ينفرد السكر السنائي لسكر احادي جلوكوز وفراكتوز. ويحصل تغلز في القوام نتيجة تبخر جزء من الماء. ماما بتعمل حركة كده صغيرة في البيت هي مش عارفة لغلبة ان هي بتعملها لينا مش فنية. لكن بتعملها عشان تقولك السكر او الشرباط ما يرملش. بتعمل ايه? بتجيب لمونة وبتقطعها الى نصين. وبتعمل عصرة من اللمونة قبل نهاية عملية الايه? عملية النطج ليه السكر اللي موجود على النار. هي بتقول ده ليه? بتقولك علشان ما يسكرش ما يرملش. انت بقى كولد او طالب فاني موجود لازم ان تفهم ان الانضاف ده عبارة عن حمض الستريك. دوره الاساسي ايه بقى? ان بدل ما اعمل احلال مائي فقط للسكريات انا هعمل حاجة اسمها احلال مائي بالاحماط. فدخل الحمض في النص. فالحمض هيمنع ارتداد اتحاد السكريات الاحادية مرة اخرى. ويديني النعومة في المنتج اللي موجود عندي. ويمنع ظاهرة التسكير. يبقى ازا الحامض ينسب في الاضافة اللي هي مصدر الى السكر. ايه وعتدت لاخبط. لما اجي اقولك انا بضيف البكتين انسبه تلاتة الى اربعة جرام لكل ايه? لكل المخلوط اللي موجود عندي. ولا للسكر ولا للسنار. اقولك البكتين الى السنار. طب لما اجي اقول انا هضيف حمض ستريك تلاتة جرام الى اربعة جرام لكل ايه يا مصدر? شاطر. لكل كيلو جرام من السكر. يبقى ازا ده الهدف الرئيسي من اضافة الحامض. ان انا اعمل احلال مائي للسكريات اللي موجودة عندي في عمليات الطبق. وامنع ظاهرة التسكير. اه في ادوار اخرى في ادوار اخر. على رأسها طبعا ان حمض ستريك له دور مصبت لنمو الميكروبات. وبالتالي هيعمل كعمل حفظه ولكن دي المرتبة رقم اتنين من الهدف منه. اش معنى باستخدم حمض ستريك بذات ما في احماض كتير يا مصدر? حمض ستريك مناسب لمعظم طعوم الفواكه او الخضار المستخدمة في عمليات تصنيع المربع. وبالتالي يظهر الطعم بشكل جيد. يبقى ده هدف رئيسي من اضافة ايضا حمض ستريك. تعالوا مع بعض كده الى شاشتنا تاني. الحامض. احد العوامل الاساسية في صناعة المربع والجلي والمرميلاد. لذلك يضاف الى الفاكهة الفقيرة في الحموضة. تاني. يضاف الى الفاكهة الفقيرة في الحموضة. ايضا حمض ستريك هو اكثر استعمالا. ليه يا مصدر? يضم بائم لمعظم الفواكه ونسبة الحمض اللازمة تلاتة جرام لكل كيلو جرام. ايه يا مصدر? لكل كيلو جرام من السكريات. طيب هو في مواد تانية مضافة اخرى. اه في مواد اخرى مضافة. زي ايه يا مصدر? استبدال. ده اللي انا قلته في الاول. استبدال جزء من السكر بالمحليات الصناعية. هنا المربة بتبقى عبارة عن مربة لزاوي الاحتياجات الخاصة. غالبا بتكون لمرضى السكر. ولكن تاني تنويه لازم اكتب على المنتج بتاعي بشكل واضح ان انا ضايف محلى صناعي نوعه ايه هو? وان المربة دي لزاوي الاحتياجات الخاصة. او للناس اللي بتعمل عمليات ضايت. طيب ده جزء من المواد الاخرى المضافة. في مواد تانية او استبدال جزء من البكتين بالجيلاتين. جعلي بقى تاني هنا يا مصدر. ايه موضوع الجيلاتين والاضغار? الجيلاتين يعتبر مادة رابطة ذات اصل حيواني. تاني. الجيلاتين هو مادة رابطة ذات اصل حيواني. بيجي منين يا مصدر? بيجي من كلجين العظام للحيوانات. وجالبا بتكون الحيوانات الصغيرة ولكن في شكل عام بنستخدمه من كلجين العظام. يعني بنجيب العظام وبنحطها في الماء وبتعمل لها عمليات سلق كبيرة. فبالتالي العظام دي لما بناخد او المرأ اللي بيطلع من عمليات السلق دي. لو سبته فترة بيكون القوام الهلامي اللي هو الجيلاتين. بيتاخد ويتركز ويبدأ اتعمل له عمليات بلورة عشان اوصل في النهاية الى جيلاتين. يبقى في نوعين من المواد الرابطة ممكن استخدمه. لكن الاصل في عملية التصنيع واستخدام البكتين كمصدر نباتي في عملية ربط المربة. او في عملية ربط الناتج اللي موجود عندي. او تكوين القوام الهلامي في حالة الجيل والمرميلات. لكن ممكن استبدلها او ممكن استبدلها بالجيلاتين. يبقى البكتين اصله نباتي. الجيلاتين اصله ايه? اصله حيواني. يصنع من العظام او كلجين العظام. تعالوا نكمل كده مع بعض. استبدال جزء من البكتين بالجيلاتين او الاضار. ايضا اضافة الملونات الصناعية او الطبيعية. تعالى برضو تاني معايا هنا. ارجع تاني انا قلتلك في مكونات اساسية في صناعة المربع والجلي والمرميلات. اربع مكونات. ايه هم يا مستد? فكرني بيهم. ابارة عن الصمار. ابارة عن السكر. ابارة عن الحامض. ابارة عن البكتين. دول اربع مكونات اساسية. في مكونات غير اساسية او انا قلتلك ان اضيف حاجة اسمها الملونات الصناعية او الطبيعية او ايضا الطعوم. بس خد بالك هنا في نقطة مهمة او. لو انا بضيف ملونات صناعية او انا بضيف نكهات صناعية. لازم تكون بالنسب المحددة من وزارة الصحة وايضا هيئة التوحيد القياسي المصرية. يعني تكون بالنسب المصرح بيها. لان غالبا الملونات الصناعية او النكهات الصناعية هي عبارة عن مواد كيميائية او مواد كيموية. فبالتالي بس تخدمها على حسب هيئة التوحيد القياسي. وتكون كمان متابقة للاشتراطات الصحية وقد ترخيص من وزارة الصحة. تعالوا نرجع كده مع بعض. ايضا استبدال او اضافة نسبة وسيطة جدا من المواد الحافظة. مثل بونزوات السود. وعند اضافة المواد الحافظة. خد بالك ان بعض المصانع قد لا تضيف المواد الحافظة. ومعظم المصانع بيضيف المواد الحافظة الكيميائية. طب ما بيضيف لي المواد الحافظة الكيميائية يا مصدر. قلتلك علشان لو انا بطول مدة حفظ المنتج اللي موجود عندي. يعني لو انا عايز ازود فترة اشهر او الى عام كيمي. ولو ان ارجعتاني واذكرك وانا قلتلك ان تركيز 68 الى 70 في المية هو تركيز حافظ للمربع والجلي والمرميلاد علوة ان انت ضايف داخل هذا المنتج حمض الستريك اللي له دور حافظ. كمان في نقطة احب انوه لها واحنا فيما عملنا كل ما عملنا على مستوى الجمهورية فيها تصنيع المرباط. غالبا احنا بنعمل عمليات تعباء على الساخن في البرطمونات الزجاج عشان اضمن عمليات التعقيم للبرطمونات اللي موجودة عندي وايضا عندي شمع البرافين ذات الاصل النباتي اللي بنعمله عمليات تسيح وبنضيفه على سطح المربا وبالتالي بيعمل عزل لي الهواء وباقف الالغطى بتاعي بعد ما يكون عملية التعباء وصلت الى درغة التبريد الملائمة. ده يعتبر بالشكل مبسط المواد الاخرى المضافة. تعالوا كده نكمل مع بعض. عفوا خطوات صناعة المربة. سؤال دون السؤال ده كمان في الامتحان. هيقول لي اذكر خطوات صناعة المربة او اذكر مراحل صناعة المربة. ايه الفرق بينهم يا مستر? اما يجي يقول لي اذكر مراحل صناعة المربة اعرف منهم تلت مراحل. مرحلة الاعداد والتجهيز. مرحلة الطبخ. مرحلة التعباء. طيب لم يجي يقول لي اذكر خطوات صناعة المربة. خطوات صناعة المربة هي اكثر تفصيلا. كل مرحلة من التلت مراحل دول تحتها خطوات اجرائية. فلو بقول مرحلة الاعداد والتهيئة والتجهيز تحتها خطوات. من ضمنها على سبيل المثال في عمليات غسيل في عمليات فارز في عمليات تأشير في عمليات سلق. دي اسمها خطوات. لما يجي يقول لي مرحلة الطبخ فانا عارف ان انا هعمل ايه? ان انا هبدأ عمليات التسوية. هبدأ احط الاضافات بتاعتي الاساسية. امتى هضيف الحامل? امتى هضيف البكتين? امتى هوصل لعملية ايه? لعملية نهاية النطب او التسوية. مرحلة التعباء بانا عارف هعبي على ضررات حرارة كام? او هعمل بالبرطمونات بتاعتي لو انا عايز اعمل عمليات تعقيم للاغطية دي اسمها مراحل تصنيع المربة تحت خطوات اجرائية. يبقى انت كده واخد بالك من السؤال بتاعي. اما اجي اقول لك اذكر مراحل تصنيع المربة هتقول لي التلات مراحل. لو انا بقول لك اذكر خطوات تصنيع المربة هتذكر بالتفصيل الخطوات الاجرائية اللي موجودة في التلات مراحل في صناعة المربة. عاكم نشوف معها بعد اول مرحلة مرحلة الاعداد والتجهيز اللي بتشمل هزيل مرحلة عدة عمليات ومنها الغسيل الفرز التأشير التقطيع ازالة الوزور السلء تتم هزيل عملاتها على حسب طبيعة المادة الخيام النباتية المستخدمة. وده بقى الجزء اللي احنا بنتكلم برضو فيه نشوفه بشكل عملي قدامنا. لما اجي اقول مرحلة اعداد وتجهيز. ارجع بقى ده كده تاني عشان انا لما اجي اعمل اعداد وتجهيز. وانا اعمل اعداد وتجهيز للسكر يا مصطر. والله بطبيعنا بعمل اعداد وتجهيز للسمر المستخدمة. في عملية الايه? في عملية التصنيع. خد بالك. جما اجي اقول انا بستخدم اعداد وتجهيز للسمر المستخدمة. او مرحلة الاعداد والتجهيز. في حاجة اسمها خطوات سابتة. في كل انواع السمر المستخدمة. سواء الا هستخدم سمار فكاة. هستخدم سمار خضر. هستخدم الازهار اللي هي بتلات الورد البلد. في مراح او خطوات جوه المرحلة دي سابتة. على سبيل المثال من انا عملية انتخاب الصنف المناسبة. سابتة على كل السمار اللي انا هستخدمها. عملية الغسيل. سابتة على كل السمار اللي انا هستخدمها. عملية الفرز والتدريج. سابتة على كل السمار اللي انا بستخدمها. دي اسم فخطوات سابتة ايا كان نوع السمار المستخدم مش انا بقول فيه سمار فاكهة فيه سمار خضر فيه ازهار فلما اجي اقول مرحلة اعداد وتجهيز تحتها خطوات فيه خطوات سابتة على كل انواع السمار منها انتخاب الصنف المناسب منها عمليات الغسيل منها عمليات الفرز والتدريد عمليات استبعاد التالف والمهشم من السمار المستخدمة او المصاب بالبكتيريا والفطريات بس تبعدوا تماما دي اسمها خطوات سابتة طب اديك مثال لخطوة من الخطوات السابتة وهي انتخاب الصنف الملازم او المنائم او المناسب يا مصدر عندي دي سمار تين برشومي لو انا حابب اصنع منها مربع فلما اجي اقول انتخاب الصنف المناسب فانا بقول ان انا بختار السمار التامة النضب وابعد عن السمار الزائدة في النضب او السمار الغير تامة النضب يعني على سبيل المثال لما اقول الصمرة فيها جزء من الخضار او الصمرة كلها خضراء فدي بتبقى صمرة غير تامة النضب هتعمل لي غالبا مشاكل اثناء عملية التصنيع على رأسها اللي هي مادة البيكتين بتكون في صورة معقدة اسمها بروتو بيكتين لا يتم الاستفادة منها طب لما اجي اقول انا عايز صمرة تامة النضج يا مصدر فانا هشوف صمرة تامة النضج زي الصمرة دي فهتلاقي الصمرة تامة النضج من جميع الجوانب في اللون ومتمسكة ايضا في القوام وانا ليه باستخدم صمرة تامة النضج يا مصدر لان البيكتين موجود على شكل البيكتين الذي يمكن الاستفادة منه اثناء عملية التصنيع فانا بقول ان انا باستبعد السمار او مش يعني عشان برضو كل ابنانا وبناتنا مش بيتم استبعدها بشكل نهائي ولكن لا يفضل ان انا استخدم سمار زائدة في النضج ليه يا مصدر لان السمار الزائدة في النضج غالبا البيكتين بيكون على شكل حمض بيكتين لا يمكن الاستفادة منه طب لو انا هستخدمها يا مصدر يبقى انا اعمل حسابي ان انا هضيف جزء من البيكتين عشان اعوض النقص في البيكتين اللي موجود في هذه السمار يبقى ده خطوة اجرائية اسمها انتخاب الصنف المناسب خلي بالك انتخاب الصنف المناسب مش بس في الصنف نفسه ممكن يبقى في النوع داخل الصنف يعني ايه في النوع داخل الصنف على سبيل المثال لو انا بصنع جيلي فانا هستخدم العصير الرائق مثلا لسمار زي سمار البرتقال فانا لما اجي انتخب داخل سمار البرتقال نفسه اقولك اه لان انا عندي انواع كتيرة من سمار البرتقال منها البرتقال اللي هو بصرة والبرتقال البلدي ايضا البرتقال السكري افضل انواع الرائق المستخدم هو البرتقال البلدي نظرا لارتفاع محتوى من النكهة الطبيعية وبالتالي هيديني الطعم المناسب للمنتج اللي موجود عادي يعني ممكن اختار داخل الصنف نفسه انتقب داخل الصنف نفسه طب انا بقولك ليه كده عشان تعرف الخطوات الاجرائية اللي موجودة تحت مرحلة الاعداد والتجهز دي كلها خطوات سابتة على كل السمار طب هو ايه الخطوات المتغيرة على بعض السمار على حسب طبعاته على سبيل المثال لما اجي اعمل حاجة اسمها عمليات سلق اه دي خطوات تجرى على بعض انواع السمار ولا تجرى على السمار الاخرى زي اديني امثلة يا مصدر عشان لو سمحت اقرب الموضوع ليه اه لو انا بعمل مثلا مربة جزر فالجزر ذات قوام صلط وبالتالي لازم اعمله عمليات سلق قبل ما اعمل عمليات طبخ عشان امهد للانسجة انها تتشبع بيء السكر دي اسمها خطوة اجرائية في مرحلة الاعداد والتجهيز اسمها السلق تجرى على سمار ولا تجرى على سمار اخرى ايضا في خطوات زي خطوات التأشير فانا ممكن اعمل خطوة زي خطوة التأشير في سمار ولا تجرى على سمار اخرى على سبيل المثال ايضا لو انا حابب اقشر مثلا الجزر اللي موجودة عندي وما استخدموش بالشكل المباشر ده او لو انا عندي كم مترة واعملها ايضا سلق فممكن اعمل عملي التأشير للاشراء اللي موجودة برا دي عمليات تجرى على سمار ولا تجرى على سمار اخرى ايضا في بعض السمار يتم نزع النوى من داخلها وبالتالي تجرى على سمار مثل سمار البلح مثل سمار المشمش دي اسمها خطوات اعداد وتجهيز بتجرى على حسب نوع السمار والصنف المستخدم يبقى انا في مرحلة الاعداد والتجهيز عندي سمار او عندي خطوات سبتة على كل السمار اللي هي عبارة عن ايه مستر انتخاب الصنف اللي هي عبارة عن الغسيل اللي هي عبارة عن الفرز والتدريق استبعاد التالف والمشم دي خطوات سبتة على كل السمار يبقى الخطوات الاجرائية الاخرى اللي بتتم على سمار والسمار لا على حسب النوع المدر تعالوا شوف معايا مثلا صمرة زي صمرة التين اللي موجودة عندي فانا عايز اعمل مثلا على سبيل المثال عملية اعداد وتجهيز فانا لازم اقطع الجزء اللي انت شايفه بالاعلة ده اللي هي الزوايد اللي انا بسميه الانبع بتاع التين فده لازم اشيله كده زي ما انت شايف واستبعده اعمل بريد تعال اشوف السمرة الاخرى على سبيل المثال فانت هتشوف السمرة اللي موجودة قدامك ده فيها الانبع اللي انت شايفه قدامك ده فده مش هيدخل في عمليات التسويق اصعب جدا عمليات الانضاج والتسويق تب اعمل ايه يا مصر بسيبه زي ما هو كده لا بعمله عملية استبعاد زي ما انت شايف بقطع الجزء ده بالسكين هنا على طرف السكينة زي ما انت شايف باقود الجزء ده واستبعده دي احدى خطوات الايه خطوات الاعداد والتجهيز ان انا بقطع الزوايد في السمرة اللي موجودة عندي اللي مش هيتم ليه عملية انضاج وتسوية على سبيل المثال زي ما انت شوفت لما انا خدت الجزء اللي هو اللي احنا بنسميه الانب وعليه الصمرة فانا عملت له عملية ايه عملية ازالة يبا ازا دي خطوة من خطوات الاعداد والتجهيز داخل عمليات الايه عمليات الاعداد والتجهيز او مرحلة الاعداد والتجهيز انا بديك على سبيل المثال في صناعة مربع التين البرشوم انا انتخبت الصنف المناسب خلاص اخترت اللي موجود عندي خلاص فانا هبدأ اعمل عمليات غسيل فالصمار دي تعمل لها عمليات غسيل عشان ازيل الاتربة والشوائب العالقة السمار دي تم استبعاد التالف تم استبعاد المهشم السمرة سليمة بالشكل اللي انت بتشوفه سليم فابدأ اعمل عملية تجهيز لها ان انا اشيل الانبع بتاعي واجهزها لعمليات الايه لعمليات الطبخ او المراحل الاخرى في عملية التصنيف اعتقد ان بالجزء ده نكون وصلنا الى نهاية حلقة النهاردة اتمنى يكون كل ابنانا وبناتنا الطلبة ومشاهدين استمتعوا معانا وإلى لقاء اخر كان معكم الاستاذ نبيل عمرووف موجه الصناعات الغذائية ارجوكم ابقوا معنا اشتركوا في القناة